مساء الخير بحلقة جديدة باسم الشعب من بعض ما تخلص هايدي الحلقة بطلب من الجميع انهم يحضروا مسلسل The Spy يلي بيحكي قصة إليه كوهان من فترة قليلة رجع ينذكر اسم الجاسوس الاسرائيلي إليه كوهان يلي قعدم بسوريا سنة 1965 واليوم الاسرائيليين عم بيطالبوا بير وفاتوا والدول العزمة ديخلوا بالوسطات طبعا في كتير ناس ما بيعرفوا قصة إليه كوهان يلي كان معروف بسوريا باسم كامل أمين تابت كرمال هاك عم ننصح اللبنانيين يلي ما بيعرفوا يقروا قصة حياته او يحضروا مسلسل The Spy يلي بيحكي عنه لانه من بعد ما تحضروا حلقة اليوم رح تعرفوا لاش لازم تعرفوا اكتر عن إليه كوهان المعروف بكامل أمين تابت وكرمال تلمسه بشكل مادة وواضح كم في عنا إليه كوهان بلبنان بأسماء عربية كامل أمين تابت كان يزايد على الجميع بالعروبة والوطنية والولاء المطلق لسوريا والعداء للكيان الصهيوني المحتل هذا الدور اللي رسم له يا جهاز الموساد الإسرائيلي لإليه كوهان حتى يقدر يخدم مصالح إسرائيل على أكمل وجه وصار هذا لما أحد أهم أركان السلطة الحكمة بسوريا وبعدين صار نائب وزير الدفاع السوري ومقرر بالحروب ضد إسرائيل بالجولان ولو ما يكتشفوا أمره السوفيات بالصدفة بأنه جاسوس يمكن هالزلمة كان صار رئيس سوريا بيوم من الأيام ولكن يبدو من خلال الحجج والاستنتجات أنه هناك العشرات من الإليه كوهان موجودين اليوم بلبنان وعندهم أرفع المسئوليات بالدولة اللبنانية كلهم بيزيدوا بموضوع المقاومة والممانعة والولاء للوطن وموجودين بالحكم وبإيدهم ملفات حساسة ولكن من طريقة إدارتهم للملفات وخصوصي خصوصي ملف النفط واستخراج النفط يخدمون مصالح إسرائيل وعم نحكي عن استخراج النفط بالجنوب مش بس شمال ميرد سوريا انتبهوا يخدمون مصالح إسرائيل ويعملون ضد مصلحة لبنان واللبنانيين عن قصد وعن سؤنية ملف ترسيم الحطود والمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي تثبت يوم بعد يوم أنه إسرائيل تعمل بكل جهدها لتأمين استخراج مخزون نفطي على حساب لبنان وهناك لبنانيين يعملون بكل جهدهم لتأمين مخزون نفطي لإسرائيل على حساب لبنان أيضا واليوم رح نبرهن كيف الدولة اللبنانية وبعض الضوائر الحكومية تعمل لإجهاض أي حل وليمنعنا من استخراج النفط المشكلة أنه الوقت عم بيدهمنا وإسرائيل رح تبلش تستخرج النفط والأخطر أنه ما في مواكبة شعبية للملف لأنه هناك إصرار للتمييع وإضاءة الوقت لإستخراج غاز من لبنان بإيمة أدرها الخبراء مش أنا الخبراء بحوالي 40 مليار دولار عم تسمعوا منيه؟ 40 مليار دولار إيمة غاز هو من حقنا نحن اللبنانيين وعننا مهلة أقل من شهر لنعمل مبادرة كرمال نضمن هذا الحق ونأمن هذا المبلغ المالي الضخم يلي بينتش اللبنان من الجورة وبدل من ترجع صندوق النقد والبنك الدولي اللي يدينونا وبدل من نشحت مستشفى ميداني من قطر وحب الدواء من فرنسا في عنا 40 مليار دولار ورح نفرجيكم بالإثباتات والبراهين مين معطلها لأسباب مجهولة ولكن المعلوم هو أنه يلي عم يشتغلوا بالملف عم يشتغلوا مثل ما نشغل بقضية المرفأ يعني مثل ما بالمرفأ قضوها أنا ببعث مراسلة وانت بعت كتاب وهو بيبعت خبير وأنا بوقع وهو ما وقع لحط طار المرفأ وطارت بيروت ورقتها المتين وعشرين شخص بري هلأ عم يشتغلوا بنفس الأسلوب ولكن عن سابق التصور وتصميم لتطير ثروة لبنان النفطية وحرماننا من فرصة نرجع نوقف فيها البلد على إجرائه وزيرة الدفاع بتبعت كتاب لرئيس الحكومة وهو بيبعته الوزير للأشغال وهذاك بنيم الملف عنده أمين عام مجلس الوزراء بيغس الإداءة وبيقول أنا عملت واجباتي وهيط الأضايا والاستشارات تقول هيدا قانوني ورئاسة مجلس الوزراء بتقول هيدا مخالفة دستورية وهكذا دا ولاك قد يكون انفجار المرفأ نتيجة أهمال وتأثير عم نقول قد يكون ولكن تفويت الفرصة على لبنان لصالح إسرائيل هو مقصود وعن سابق تصور وتصميم كل الموضوع بيتطلب أنه يتعدى المرسوم مرسوم محضر ومدروس وجاهز وبيحفظ لنا حقنا كل المطلوب أنه ينمضى من قبل الوزراء المعنيين ورئيس الحكومة ونبعته على الأمم المتحدة هلأ الوزراء والمدراء عم يتقاذفوا لورا تماما مثل مصار بقضية النترات بالمرفأ كرمال كل شخص يشيله عن ظهره ولكن عن سوء نية هالمرة رح نفصل بشكل كامل كيف ومين هن المسؤولين هذا الملف مش كرمال نعمل شو إعلامي اليوم من بعد شرح كيفة المعطيات رح تعرفوا أنه ملف الكهرباء على أهميته والهدر بالأشغال العامة والمرفأ والمطار والحدود البرية وتهريب المواد المدعومة ولا شي مقارنة بيلي عم بيصير هلأ وكرمال من ردد شعار كلهم يعني كلهم وضيع المسؤوليات يعني ما حم يشام ما حدا يقول أنا مثلي مثل غيري بتقول علي المسؤولية رح نحدد كل شخص من يلي بيشكلوا واجهة العرقلة ومين الأيادة الخفية يلي بتحركون ولا صالح مين أنا أتمنى وأرجو كل يلي عم بيشوفوا هذه الحلقة هن يحكموا ويشوفوا شو بدهم يعملوا يا جماعة أربعين مليار دولار بعد أقل من شهر حيروحوا علينا كله لأنه في كم وزير ما بدهم يمضوا لا أكتر ولا أقل مين في وراهم مين في خلفهم ما بعرف أن تحكموا وبعد أقل من شهر إذا بلشت إسرائيل بالتنقيب عن النفط بحق الكريش يلي قلنا حصه فيه وقبل ما يتعدل المرسوم في بص الله بيخلي إسرائيل أنه توقف حضروها الحلقة منية شيركونا بتعليقات على تويتر عبر هاشتاك بإسم الشعب شوفوا بعيونكن أنه يلي بيتهموا الناشطين أنهم بيشتغلوا لصالح السفرات في جزء منهم هن عم يشتغلوا لصالح السفرات وعم يمنعوا عنكن وعننا فرصة تاريخية نحنا اليوم بأمس الحاجة لألم شكرا